اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات التي تربط مملكة البحرين وبروناي دار السلام علاقات متنامية لها افاق مستقبلية واعدة نحو مزيد من التطور والنماء مشيرا سموه الى اهمية الاجتماع الرسمي الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام واهميتها على صعيد الدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو افاق اوسع جاء ذلك لدى لقاء السموه حفظه الله صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب مستشار الامن الوطني وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث رحب سموه بسلطان بروناي دار السلام مشيرا سموه لما تعقسه زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام من عمق العلاقات بين البلدين والممتدة في تاريخهما ماكدا سموه همية تنمية الشراكة الاستراتيجية التنائية والاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام إلى مملكة البحرين للمضي قدما بالعلاقات الثنائية ومصالة العمل على تعزيز الفرص الواعدة واستثمارها بما يعود بالنفع والخير على البلدين واجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أطور التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدوبة عشاء تكريما لصاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق من جانبه أعرب صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص واهتمام على تطوير أوجه العلاقات التنائية بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من التعاون متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء